موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الوقت الذي يحث فيه الإسلام وجماعة المسلمين على بناء شروط القوة وإعدادها ومرغبا بالتمتع بها على المستوى الفردي بإخباره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن المسلم القوي خير إلى الله تعالى وأحب من المسلم الضعيف فإنه أيضا يميل إلى السلام ويحض عليه بل من العلماء من يعتبر الإسلام قاعدة أصيلة في الإسلام وقد حوى القرآن الكريم آيات عدة تتحدث عن السلم والسلام فيقول سبحانه وإن جنح للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وكذلك فإن من أسماء الله تعالى السلام ودينه الإسلام وهو مشتق من السلم والسلام لكن كيف يتجلى معنى السلام في التصور الإسلامي وما وسائل تحققه وأي أثر تركه تراجع الإسلام عن مركز التأثير في حياة المسلمين وفي العالم على السلم والأمن في المجتمع المسلم والدولي أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي تطرق موضوع السلام في الإسلام الحديث عن هذا الموضوع أرحب بالدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إريتريا أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا ومرحبا وأهلا من المشاهدين دكتور حقيقة المصطلح السلام ورد في الوحي القرآن والسنة ورد مرارا وتكرارا يعني الإسلام اسمه من السلام والله سبحانه وتعالى اسمه السلام والآيات وردت في الحظ على السلام لكن نريد أن نعرف مفهومة السلام في التصور الإسلامي ماذا يعني؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حقيقة هذا السرد الذي ذكرته أن يكون الله هو السلام ودينه هو الإسلام وشريعته تؤدي في نهاية المطاف إلى دار السلام وتؤدي إلى سبل السلام أن السبل التي يطرقها هذا الدين فهي سبل سلام وشعار المسلمين أيضا هو السلام عليكم ورحمة الله ففي تقديري هذا التداخل في الجذر اللغوي لللفظة والتداخل كذلك في المفهوم بهذا الشكل الله الرسالة المسلم الثواب الثواب الأخروي قضية الجنة هذا كل يعطيك التصور بشكل مبسط جدا وهو أن مفهوم السلام بهذه الخلطة يعني الإسلام لا يتعامل مع السلام بمفهوم تجزيئ ولا يتعامل معه بمفهوم ماد محض بمعنى أنه والله ترك العنف فقط أو ترك الحروب لا الإسلام يتعامل مع السلام بشكل متداخل مع هذه المسميات بحيث يتطابق مفهوم السلام مع مفهوم الإسلام فكلما ارتق الإنسان إلى تحقق أحكام الإسلام بشكل صحيح واقترب من الله سبحانه وتعالى وقصد الله في سيرورته في الحياة وسيره في الحياة فهو اقترب من السلام بمعنى الإسلامي لأن كثير من الشعوب أو كثير من الأمم قد تلتقي معنا في مفهوم السلام في بعضه عندما نبعضه فقد يلتقي معك البعض مثلا في مفهوم السلام بمعنى نقيض الحروب قد يلتقي معك البعض في أنه والله يتوفير الرخاء الاقتصادي والشعور بالأمن والطمأنينة لكن قد يفترقون معنا في قضية أنه والله الأمن على المستوى المعنوي الأمن على المستوى الروحي الأمن على المستوى الأخروي فلو جئنا الآن إلى الحضارة المادية مثلا القائمة الآن لن تستصحب معها الأمن والسلام الأخروي ليست نالك الآن مثل الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي من يفكر للناس فيما بعد الحياة الدنيوية هذه لماذا؟ لأن الحضارة ركزت الآن في عالم الشهادة وغيبت تماما عالم الغيب وبدأت تنظر في عمر الإنسان المحدود اللي هي والله سبعين ستين سنة التي يعيشها الإسلام لا ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك ينظر إلى حجب الغيب لتتكشف هذه الحجب فينظر إلى ما وراء هذا الغيب لكن يلتقي في الحد الأدنى من المفاهيم مع غيره في أن والله السلام يعني الطمأنينة يعني الأمان يعني الابتعاد عن كل ما يشوش على الإنسان ويقلق حياته ويلتقي مع الإنسان في أن والله ترك الإضطرابات العيش إلى حد ما على الأقل في نوع من السلام النفسية والسلام الجسدية والسلام الأسرية قد يلتقي عموما مع بقية لكن هو أبعد عموما في تصوره بهذه النقطة التي ذكرتها الله الرسالة المسلم كلها مشتقة تقريبا من السين واللام والميم السلم أو السلم حقيقة دكتور حسن يعني أخذتني سريعا إلى المقارنة مع المفهوم السلام ربما في الحضارة الغربية وأنا ألتمس منك تأخير الحديث عن هذا الأمر إلى بعد قليل سيأتي الحديث عنه لكن قبل ذلك يعني حتى يتحقق السلام في المفهوم الإسلامي في الحياة الدنيا ربما ثمت نقطة جوهرية أسية ينبغي أن يتحقق فيها السلام ومن ثم يمتد إلى واقع حياة المسلمين ألا وهو النفس البشرية يعني ربما هنا نكون معنيين بالحديث عن سلام النفس البشرية من الداخل سكينتها طمأنينتها كيف عالج الإسلام هذه القضية كيف حقق السكينة والسلام الداخلي في الإنسان ومن ثم انطلق إلى البشر لعل الجزئية التي قدمت بها هي جزئية أن الإسلام توحيدي وليس تبعيضي الإسلام ينظر إلى الكون والحياة والإنسان وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى منظورا واحد وبالتالي لا يحاول مثلا أن يعالج الظواهر بعيدا عن الجذور لا يحاول أن يتعامل مع الفروع ويتجاه الأصول المشكلات فالإسلام مثلا في نظرته إلى السلام ينظر إليها ابتداء في أن لا بد أن يكون التصور حول الكون وحول الوجود تصور صحيح وجود إله وجود خالق معبود وجود علاقة بين هذا الإنسان وبين خالقه وجود رسالة ما بين الله وما بين هذا الإنسان تحدد له طريقة تعامله مع الله طريقة تعامله مع نفسه طريقة تعامله مع الناس حتى طريقة تعامله مع الكون كبيئة هذه الصورة تعطي في نهاية المطافة النقطة التي تتحدث عنها وهي كيف يستطيع الإنسان ضمن هذه الرؤية الرؤية الوجودية بشكل عام التي تتعلق في أنه والله هي نظرة عامة ليس فقط لقضية السلام المحدود لا نظرة كلية للوجود بحيث والله في نهاية المطافة المسلم يتماهى مع منظومة الكون في قضية السلام تبدأ هنا يشعر الإنسان بنوع من التوافق ما بين فطرته وما بين شريعته وما بين المحيط الذي هو فيه فهنا تنشى عنده نوع من الطمأنين والسكينة ولأن أيضا هناك إجابة عن تساؤلاته الكبرى فليست هناك جهالة بالنسبة له لأن الإسلام أجاب له مثلا عن قضية الغيب أجاب له عن قضية الآخرة أجاب له عن قضية الموت أجاب له عن قضية ما بعد الموت هذه كلها تؤثر في السلم في نهاية المطافة تؤثر في السلام النفسي على الأقل لكن الإسلام ابتداء بدأ يعالج ويغرس مشكلة السلام في الداخل ما لم يشعر الإنسان بالسلام في داخله لا يمكن أن يشعر به في السلام من حوله فالإسلام عالج هذه القضية ابتداء بصحة وسلامة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كأنك تشر إلى دور العقيدة في إرساء السلام الذاتي بلا شك يعني لا يمكن أن نتصور لأن الإنسان كما يقول ابن القيم يعني مبدأ كل علم النظر وعمل اختياره والخواطر والأفكار العقائد في الداخل فإن كان هناك زرعة في الإنسان عقيدة صحيحة وتصور صحيح للحياة وأفكار ومعاني ومعارف صحيحة يولد سلوك بشر صحيح إذا كانت هناك معاني خاطئة وقيم خاطئة وتصورات خاطئة عن الكون والإنسان والحياة بلا شك ستنتج لنا نتائج كارثية ربما في نهاية المطاف وبالتالي إذا أردنا أن نحقق السلم فالسلم يبدأ من الذات ويبدأ بما يسميه سيد قبرة عليه رحمة الله بالسلامة الضمير سلامة الضمير أو السلم الشخصي السلم الذاتي وهو التوافق الإنسان مع ذاته في علاقته مع الله سبحانه وتعالى لأن هذه الجزئية على وجه التحديد العلاقة إذا خربت مع الله سبحانه وتعالى سيختل الميزان تماما سيختل الميزان بعد ذلك مع الجميع ولذلك مثلا كما يقول علي عزة بوغفتش قضية الإلحاد مثلا الإلحاد لا يمكن أن توصف بأنها ظاهرة أخلاقية لأنها تنكر أهم علاقة أخلاقية مع الله سبحانه وتعالى وبالتالي هذا سيؤدي في نهاية المطافة الإنكار إنكار العلاقة مع الله سبحانه وتعالى إنكار القيب إنكار الآخرة سيولد سلوك على مستوى الأرض فأنه لا يحقق لك سلاما لأنه لا يخاف شيء إذا قتل لا يخاف شيء إذا نهب لا يخاف شيء إذا اكتاح بلدان الناس لا يخاف شيء وبالتالي هو غيب تماما مفهوم الغيب الذي هو مفهوم فطر في الإنسان ومقروس والله سبحانه وتعالى قرسه في حياة في النفس البشرية فعندما يتعارض الإنسان يعني عقيدته الداخلية مع هذه الفطرة فإنه ينتج لنا في النهاية ليس سلاما ولكن ينسئ لنا خصومات وحروب وعداوات والشحناء وبغضاء هذه تقريبا النتيجة الطبيعية عندما لا يكون هناك سلاما داخليا وطمأنينة نفسية في الداخل وتصالح مع الزات وتصالح مع الخالق سبحانه وتعالى لن ينتج لنا بطبيعة الحال سلام حتى لو تظاهر الناس بأنه والله يعيشون في نوع مما نراه حياة على الأقل طبيعية لكن أصعب شيء يمر به الإنسان عندما لا يكون له سلاما داخليا هو القلق والاضطراب والشك والريب إلى غير ذلك من الأشياء الداخلية التي في نهاية المطاف تنتج شقاءا والله سبحانه وتعالى لما أنزل يعني أهبط آدم وزوجه إلى الأرض كان أهم قضية قول الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضله ولا يشقى هذه القضية مرتبطة بشكل أو آخر قضية السلام مرتبطة بمسألة فمن اتبع هدايا فلا يضله ولا يشقى والآية الثانية فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهذا على كل فيما يتعلق بمسألة السلام الداخلي وعلاقته به أو التصالح الداخلي والسلام الداخلي والسلام الضمير وعلاقته به ما ينتج بعد ذلك لأنه لا يكون السلام مع الأسرة السلام مع المجتمع السلام مع الدولة السلام مع النظام الدولي السلام مع العالم في نهاية المطاف السلام العالمي كلها ستجد أنها تنبع من الإنسان وبالتالي الإسلام في تعريفه حتى لقضية الإنسان وتربيته التي يريد أن يؤسسه عليها كما يقول الدكتور محمد قطب عليه رحمة الله يخلق أو يوجد الإنسان الصالح وليس المواطن الصالح يعني حتى في التعريف نفسه بالنسبة لما يريده الإسلام قال المجتمعات قد تنشئ مواطناً تحرص أن تسميه مواطناً صالحاً ولها طبعاً دلالات خطيرة جداً أن يكون فقط هو مواطن صالح في سياق الحكومة والدولة في سياق الحكومة والدولة لكن الإسلام يتعامل مع الإنسان كإنسان وبالتالي رسالته تتعلق بالإنسان حيث ما كان وحيث ما وجد وفي أي مجتمع كان فقيمه لا تتعارض سواء كان داخل أسرته أو داخل تعامله مع نفسه أو داخل مجتمعه داخل الدولة في علاقاته الدولية هو منسجم تماماً مع قيمه ولا يتعارض لماذا؟ لأن هذه القيم بالنسبة له أيضاً ليست قيم متوافقة عليها بشرياً فقط يعني أنه والله البشر هكذا رأو وتواضع على أن تكون هذه القيم هي مثلاً ما يتحاكمون إليه لا هي قيم متعالية قيم فوقية قيم قادمة من الله سبحانه وتعالى وبالتالي هو هنا يعطيها القداسة يعطيها القداسة بمقدار تقديسه لله سبحانه وتعالى طيب يعني الإسلام أيضاً من باب آخر يحض على القوة وفي بعض الآيات يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين أن يثخنوا في الأعداء نريد التوفيق يعني هنا كيف يمكن التوفيق بين هذا السلام الذي هو ركيز في الإسلام وكما لو أنه في الدلالات التي سقطها جنابك من أنه يعني دار السلام في القيامة والله اسم السلام والإسلام كما لو أن السلام يحيط بجانبات الإسلام كلها طيب كيف يمكن التوفيق بين هذا الركن الراكين وهو السلام وبين القوة والإثخان في الأعداء الذي حض عليه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف يعني المؤمن القوي خيراً وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف حتى وإن كان في كلاهما خير لكن هنا تركيز على القوة كيف يمكن التوفيق بين السلام وبين القوة والإثخان حقيقة لا بد أن نركز حول الجزئية الأولى وهي ما يقوم عليه الإسلام من تصورات ومن عقائد ومن منظومة قيم فهو أولاً الإسلام دين الحق لأنه جاء من الله سبحانه وتعالى وليست نظم وضعية بشرية وضعتها الأكثرية ضد الأقلية أو تتآمر عليها الأقلية ضد الأكثرية لا هو ابتداء أنه دين الحق لأنه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وتواصلوا بالحق والله سبحانه وتذلك بأن الله هو الحق فأول قيمة يستني إليها الإسلام في كل مواقفه قضية الحق النقطة الثانية أيضاً التي يستني إليها الإسلام في منظوماته قضية العدل فهو دين الحق ودين العدل النقطة الثالثة التي أيضاً يستني إليها الإسلام هي قضية الفضائل هذه ثلاثة مرتكزات أساسية في تحديد المواقف لأنني دعني أقول بأن الإسلام حتى نخرج من يدلية الحرب والسلم مع أن الإسلام ربما كمفردتين مفردة الحرب ومفردة السلم لو نظرنا إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى ستلاحظ بأن مفردة السلم ومشتقاتها أوسع بكثير جداً من مفردة الحرب مفردة الحرب كانت تكون محدودة جداً أما مفردة السلم هي واسعة جداً إلى أن تصل إلى أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأنه السلام فالله سبحانه وتعالى هو السلام وهنا يعني مسألة القيم هذه قيمة الحق وقيمة العدل وقيمة الفضيلة وقيمة الرسالة القادمة من الله سبحانه وتعالى هذه هي مركزية الحركة في قضية القوة والسلام والتعاطي مع هذين المفهومين وبالتالي لما تنسجم هذه المنظومة منظومة الحق والعدل والفضيلة ويكون الناس على توافق تام في هذه القضايا فإن الإسلام يحقق السلام بكل معاني وبالتالي تجد هنا الأحاديث تحض لدرجة أنك تصور لك بأنه لا حرب لما تنشأ المنظومة بهذا الشكل مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم إلى المدينة يروي الحديث عبد الله بن سلام قال جاء النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع الناس إليه وتوافدوا وكنت في من قدم ولم يكن وقتها كان يهودياً قال فنظرت إلى وجهه فإذا بأعلم أنه ليس وجه كذب فقال أول ما سمعت أذنايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أيها الناس أفش السلام يعني لاحظ أول ما يقدم إلى المدينة وهو الآن مجتمع متناقض فيه اليهود فيه المسلمين فيه مجموعات لم تسلم من الأوس والخزرك فيقول أيها الناس أفش السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام بدأ بالسلام وانتهى بالسلام فكأنه هي منظومة واحدة سبحان الله هذا الحديث لو نظرت إليه وأتمنى يعني كثير من طلاب العلم السياسية على وجه التحديد الذين يكتبون في قضايا السلام يدرسوا هذا الحديث ستلاحظ فيه الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الروحي والديني لينتهي بك في نهاية المطاف إلى الأمن هذا الأمن في السلام الدنيوي ينتهي بك في نهاية المطاف إلى الانتداد في البعد المستقبلي لقضية السلام والأحاديث لذلك كثيرة حقيقة أحاديث كثيرة جدا أفش السلام وأطعم الطعام وغيرها حتى في تشهدنا في الصلوات نحن نختم بقولنا التحيات لله يعني أفهم دكتور عندما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويبدأ بهذه الأحاديث بمثل هذا الحديث كما لو أنه يريد أن يوجه رسالة لأهل المدينة حتى من غير المسلمين وربما من ورائهم جزيرة العرب وربما من ورائهم العالم بأنني ما جئت إلا لكي أحقق السلام هذه النقطة التي حقيقة يعني كنت أريد أن أصل إليها تفضل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي يتصور فيها القوة الأخرى أنه والله جاء ليستأصلهم لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هذا المنبر أني رجل سلام والإسلام هذه الجزئية قضية القوة واستخدامها وقضية السلام من رضي بدين الله سبحانه وتعالى ودخل فيه ولو نفاقا فهو سالم ولهما للمسلمين وعليهم على المسلمين من دخل في الإسلام مسالما وأراد أن يعيش بين المسلمين وهو على دينه وعقيدته فهو مسالم لهما للمسلمين وعليهم على المسلمين من حيث استحقاقات السلم وعلى الأقل آمن في نفسه آمن في أبنائه آمن في ماله فلاحظ هذه الكتلتين الآن كتلة آمنت به إيمانا حقيقيا ودخلت في دين الله أو آمنت به ولكنها نفاقا تريد أن تعصم نفسها أو لا تؤمن به ولكنها رضيت بنظامه العام كل هؤلاء التعامل معهم بمنطقه بمنطق السلام ولذلك في بعض الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بشكل عام دون أن يحدد ولذلك أحاديث السلام معظمها أحاديث عامة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها لكن هذا يراد به المسلمون أليس كذلك دكتور؟ اللي هو؟ الذي أفشوا السلام فيما بين المسلمون لا هو عام عام الحديث عام ولذلك للأسف الشديد خلط البعض في بعض الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدؤوهم بالسلام وعند البحث والتدقيق وربما بعض الأساتذ الأفاضل علماء الحديث بحثوا هذا الأمر فوجدوا أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة كان بني قريزة قد نقضوا عهدهم وكان يريد أن يبادئهم غدا بالحرب فأخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام أنكم في هذه الليلة لا تبدؤوهم بسلام ولكنه عمليا عندما راسل الملوك الدول الأخرى لم يبدأ عليهم بالسلام قال السلام على من اتبع الهدى فهذا ربما يدل على أن السلام محصور في انطاق المسلمين وإن لم يعني ذلك بالضرورة أنه ليس سلاما على غير المسلمين هو أولئك لأنهم أولئك الذين راسلهم عليه الصلاة والسلام لم يتحدد موقفهم بعد فلا صار أهل ذمة ولا صار مسلمين ولا صار مصالحين وإنما هم لا زالوا في موطنه موطن الحرب إذن ليس عاما حديث السلام يجب أن يكون أما ذميا وأما مصالحا لا أنا أتكلم عن مجتمع خلاص داخل هذا المجتمع الذي على الأقل استظل بما ظلة الدولة الإسلامية الأصل فيه السلام وبالتالي لا يقول شخص داخل الدولة الإسلامية وفيه شخص مثلا قير مسلم يقول هل أبدأه بالسلام أو لا أبدأه بالسلام لا تبدأه بالسلام لأنه خلاص هو بالنسبة لك ما دام أنه رضي بالنظام العام للدولة ورضي بالدمة المسلم وخضع لأحكامنا التفصيلية الفرعية أما إذا كان خارج دولتنا وخارج نظام الدولة الإسلامية فهنا فعلا ليس بلازم أن يكون يبادئ بالسلام وهذا يقودون إلى الحديث عن أن الإسلام حتى يقرر مفهومه للسلام كما تفضلت جنابك ينبغي أن يمكن ينبغي أن يكون متمكنا ومهيمنا أليس كذلك؟ صحيح يعني للأسف الشديد يعني الإسلام في الوقت الذي يستند قوة الحق كمنطق أساسي لكنه يسنده بمنطق القوة أيضا فالإسلام ليس حملا وديعا أو مثاليا كما يحل للبعض يتصور بأنه بمجرد أن نتحول إلى شخصيات مسالمة ومجرد أن نتحول إلى شخصيات موادعة يتصور بأن الطرف الآخر يتعامل معنا بمفهوم السلم هذا منطق التاريخ كله يقول بخلاف ذلك الإسلام يريد السلام الإسلام يريد الموادعة الإسلام يريد على الأقل السلم لكن الأطراف الأخرى بطبيعتها لن تقبل برسالة الإسلام أن تكون حاكمة لن تقبل برسالة الإسلام أن تكون حاكمة مع ذرة لترجيد أنك ذكرت هذه النقطة يعني الآن وأنا أنقل طبعا ما يحصل في شارع الإسلامي الآن كل الدعاة تقريبا أو أكثر الدعاة من من يظهرون على شاشات التلفاز وبعض العلماء دائما يظهروا على حديثهم إضافة الدين إلى السلام بمعنى إضافة الإسلام إلى السلام بمعنى أن الإسلام دين السلام طيب يعني بالرغم في كل وقت محيم بالرغم من أن الهجم الآن كبير على الإسلام فبعض الناس تقول كما لو أنه تساق هذه العبارة لدفع تهمة هي ملصقة بالإسلام وفي غير موضعها يعني ماذا يعني هنا الإسلام ودين السلام في هذا المواطن بالذات؟ حقيقة للأسف أننا قضية السلم والجهاد السلم والحرب أحيانا قوضع في غير مواضعها وهذا منافع للحكمة ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى فإذا وضعت الآن السلم في ظل حال الأمة فيها محتلة وثرواتها منهوبة ووحدتها غير ممكنة وشعوبها تشرد ويسلط عليها الاستبداد ويسلط عليها الاحتلال والأصل فيها في هذه اللحظة الحكمة تقتضي تحفيزها وتثويرها وتربيتها على الجهاد في سبيل الله وعلى الإعداد وعلى العزة وعلى القوة وإذا بنا نخاطبها وهي تزبح نخاطبها بمفهوم ومنطق السلام للأسف الشديد هذا مسألة خاطئة جدا مفهوم السلام كما قلت لك يجب أن يساق في إطاره الصحيح في مكانه الطبيعي في منظومة الإسلام الشاملة التي جاءت بمفهوم السلام كما جاءت بمفهوم الجهاد إذن كيف يستطيع أن نزل السلام مثلا الآن في هذه اللحظة ربما يكون من الصحيح جدا أن يشاع السلام المجتمعي البيني المجتمعات المسلمة فعلا تعاني من احتراب داخلي وتعاني من مشكلات داخلية كبيرة جدا يعني مشكلات ذات بعد طائفي ذات بعد قومي ذات بعد عرقي ذات بعد ربما مناطقي فتعيش ربما هذه المشكلة فهنا نحن بحاجة إلى تعزيز مفهوم السلام على المستوى المجتمعي لكن في ذات الوقت محتاجين إلى تعزيز مفهوم الجهاد مفهوم المقاومة مفهوم التحرير مفهوم أن الأمة لا بد لها من سيادة لا بد لها من استخلاف عندما تتعامل وهي مع القوى المحتلة الخارجية فهذا الخلط من المفاهيم الأسف الشديد دائما ما يكون مصاحبا لحالات انحطاط الأمة وحالات الاحتلال بشكل عام وحالات خضوع الأمة لعدوها وتقيب سيادتها وتقيب منظومتها الرسالية هنا تحصل على كل هذه الأطراحات التي تمي على كل قضية الحرب وقضية السلام وهما موقفان كما ذكر الإسلام وربما هذا الفهم استبق أو سبق له الإمام محمد الحسن الشيباني في كتابه السير الذي يتناول على العلاقات الدولية لما ناقش قضية السلم والحرب فقال لا ليس الأصل سلم وليس الأصل حرب ما هو الأصل يا إمام؟ قال الأصل الدعوة فالدعوة هي أصل ومن خلالها يتحد والدعوة هنا أقصد بها ما ذكرت في البداية إنه في رسالة تحمل مضمون الحق والعدل والفضيلة هذا المفهوم نعرضه للناس فمن قبله فله السلم ومن رفضه بطبيعة الحال فقد اختار الخيار الآخر نعم سنكمل الحديث لكن بعد الفاصل ما زال في الحديث تتم ولكن بعد العودة من الفاصل ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله هذه عودة لمواصلة الحديث عن السلام في الإسلام ووسائل تحقيقه مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أهلا وسهلا دكتور الآن الدول الكبرى تروج الدول الكبرى طبعا نحن نقفز الآن إلى محور الحديث عن السلام في المفهوم الدولي من منظور الإسلام الدول الكبرى والأقوية وأصحاب الاقتصاد والترسانات العسكرية تروج لمفهوم السلام على أنه ضمن مصالحها بما تسيطر عليه من ثروات العالم بما يضمن مصالحها وأي إخلال بهذه المصالح يعتبر خرقا للسلم والأمن الدوليين نريد أن نعرف التفريق في مفهوم السلام في العلاقات الدولية بينما قرره الإسلام حينما كانت له السيادة والهيمنة في العالم أو على الأقل حينما كان له حضور عالمي وبين مفهوم السلام كما يقرر الآن في الفلسفة الغربية والحضارة الغربية بالنسبة لما يقرره الإسلام ذكرنا بعض الشيء وحدثنا على الأقل على المستوى المركزي كيف أن الإنسان يعيش سلاما ذاتيا على مستوى الضمير كيف يعيش سلاما أسريا على مستوى البيت والأطفال والزوجة لأن الإنسان الذي يعيش أيضا اضطرابا وإشكالات أسرية لن يكون بطبيعة الحال مستقرة على مستوى المجتمع النقطة الثالثة أيضا الاستقرار على مستوى المجتمع والسلام على مستوى المجتمع مرتبط أيضا بطريقة أخرى مع السلام الزاتي والسلام الأسري يرتقي معنا ذلك إلى السلام المجتمعي هذا السلام المجتمعي في نهاية المطاف هو في حقيقته سلام متعدد يعني هو قد لا يلزم أن المجتمع كله مجموعة واحدة دينية أو مجموعة واحدة إرقية فيها تنوع ديني فيها تنوع إرقي فيها تنوع مناطقي ومع ذلك يستظلون جميعاً وفق التصور الإسلامي في إطار على الأقل مفهوم الحق والعدل والفضيلة ويتعايشون في هذا الإطار وهناك مسألة الاختلاف الديني بعد ذلك في أن شخص من الناس يرى عقيدة التوحيد وشخص آخر يرى بخلاف ذلك فالحساب فيها بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وفقاً لهذا المفهوم إلى هذا المستوى على الأقل قد تكون الصورة واضحة وليست فيها إشكال يبقى بعد ذلك كيف يمكن أن ننقل هذا المفهوم إلى المستوى العالمي حقيقة الآن دعني أقول بأنه ربما هناك خلاف فيما يتعلق بالرؤية التي ينطلق منها الإسلام في علاقته الدولية وبين الرؤية التي الآن فرضت ما بعد الحرب العالمية الثانية على وجه التعالي ما بعد الحرب العالمية الثانية دخل علينا مفهوم الدولة القطرية ودخل علينا مفهوم الدولة القطرية القائمة على البعد القومي وقسمت على الأقل قسم العالم إلى هذا الوضع وفقاً لرؤية الكبار وفقاً لرؤية الدول التي على الأقل خاضت الحرب وسيطرت على الوضع العالم وشكلت نظامها الدولي وحددت ميثاقها على الأقل وبعد ذلك الكل إما أن يدخل تحت هذا الميثاق ويكون على الأقل جزء من المنظومة التي على الأقل سيطرت على العالم وبالتالي يسهل له الاقتصاد كانت في بداية الأمر على الأقل في محاولة لإقرار الواقع الذي شكل ومحاولة الاستفادة على الأقل من خيرات هذه البلدان التي على الأقل تم السيطرة عليها وتم تقسيمها كيف يمكن الاستفادة من مواردها فالآن على الأقل على المستوى العالمي ما هو مطروح من سلام وأمن وما نسمعه في القنوات وقيرها السلم والأمن الدوليين في حقيقة الأمر هو السلم وأمن يعني الدول الكبار في حقيقة يعني الدول الكبار انظر الآن كم استقرقت الحرب في سوريا مثلا كم استقرقت الحرب في العراق كم استقرقت الحرب مثلا في القرن الأفريقي سنوات طويلة جدا وكم تستقرق الآن الحروف في شرق آسيا مثلا ستلاحظ بأنه والله في نهة المطاف مفهومهم لقضية الأمن هو المساس بمصالح الدول الكبرى المساس بمصالح على قد بمسارات البترول والنفط المساس بمسارات الغاز المساس بهذه الدول وقواعدها العسكرية هذه هي القضية التي للأسف الشديدة الآن يتكلمون عنها وبالتالي ما لم يكن هناك مفهوم قيمي ومفهوم رسالي على الأقل واضح المعالم أن تكون صورة الحق واضحة صورة العدل واضحة صورة السلام نفسها ما هو مفهوم السلام نفسه في تقديل سنخضع في هذا المطاف إلى أليس هذا شيء طبيعي أن يفرض القوي منطقه وتصوراته على العالم من غير ربما فائض إجحاف حتى عندما كان المسلمون يسيطرون ألم يحددهم يطرحوا مفهومهم للسلام في العالم هو هنا هذه الإشكالية الكبرى حقيقة في قضية المفهوم الحق لو تصورنا بأن كل قوي يفرض إرادته فهنا الذي يسوده منطق القاب حتى المسلمين لو تصورنا بأن والله هم أرادوا أن يفرضوا ما يرونه هم بأمزجتهم مجموعة الأعرب الذين مثلاً انطلقوا بهذا الجهاد في سبيل الله إلى العالم لو تصورنا بأنهم اكتسبوا هذه المسألة عبر صيوفهم دون أن يكون هناك منطق الحق المنزل من الله سبحانه وتعالى فالكلام صحيح القوي أكل الضعيف والمهزوم يقبل بالهزيمة لكن الإسلام اكتسب هذه الوضعية في أساسها ليس من أنه والله جيوشه كانت جرارة لا اكتسب هذا المنطق ابتداء بأن والله هذه الرسالة وهذا الدين ليس ديناً أرضياً وليس أمراً رباني وبالتالي نحن في أرض الله سبحانه وتعالى نحتكم إلى دينه وإلى شريعته فعندما تفقد هذا البعد في تقديري هنا تأتي قضية الإشكال يعني وللأسف الشديد طبعاً لأننا الآن نحن كأمة مهزومة عايشين نوع من الهزيمة فعلاً كثير من الناس يتصور بأنه والله يا أخي بعض الناس الآن يناقشون إسرائيل خلاص صارت أمر واقع وبالتالي يجب التعامل معها لا ينظر إلى أن والله إسرائيل دولة معتدية دولة قاصبة دولة محتلة لماذا الآن مفهوم الحق هنا غاب وساد منطقه قوة السلاح وقوة الجيوش فعلى كل بالنسبة للتصور الإسلامي ابتداء يركز على قيمة الحق كقيمة أساسية إلهية وليست قيمة أرضية ويركز على قيمة العدل أيضاً كقيمة إلهية وبالتالي فإنما يتحرك العنصر المسلم لتنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى وليس استعلاء بنفسه أو استعلاء بقومها أو استعلاء بطائفة لا هذه تقريباً الصورة اللي على الأقل نحن نريد أن نرسقها في المنظومة الدولة طيب الإسلام لا شك حينما يأتي لي كي يكرس الإسلام ويحقق الإسلام سواء الإسلام الداخلي في المجتمع المسلم أو حتى في العالم مع علاقته مع الآخرين لابد أن له وسائل ما وسائل الإسلام في تحقيق السلام دكتور دعني أقول ابتداءً رؤية الكلية لإسلام ما يتعلق بالحالة الدولية والعالمية لا تقوم لا على القطر ولا على القوم ولا على أي مكون أرضي أو نسبي تقوم على مفهوم الأمة هو المفهوم الذي اعتمده الإسلام في حركته توسعاً وانحساراً كل من انضوى إلى داخل المنظومة السياسية أو الولاية السياسية الحاكمة للمسلمين فهو معهم حتى من غير المسلمين ويسمى جزء من الأمة حتى لو كان يهودياً أو نصراياً أو غير المسلمين ويدخل في هذا النصارى الشام الذي وقفوا مع المسلمين ضد الصليبين وبالتالي كانت دولتنا هي دولة أمة وليست دولة قوم داخل منظومة الأمة سبحان الله يتقدم العرب أحياناً يتقدم الترك أحياناً يقدم الكرد أحياناً بحسب العطاء وحسب الجهاد وحسب البذل فابتداءاً دعني أقول بأنه كان يتعامل مع الآخرين أيضاً من فهم الأمة حتى الآخرين كان يتعامل معهم بمفهوم الأمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فالتداعي الآن أيضاً صوره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تداعي أممي ولما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك الأمة وسلطانها قال إن ملك أمتي سيبلغ ما زو يلي منها فالشاهد ابتداء أن العلاقات الدولية ومفهوم الأمة سبحان الله مفهوم واسع يمكن إن شاء الله لو تيسر لنا أن نتناوله في دلالة مفهوم الأمة لأنه في مفهوم الأمة في دلالة القصد والإرادة والعقيدة والتوحيد والملة ووحدة الرؤية ووحدة المشروع هذه كلها تدور معنا في مفهوم الأمة وبالتالي هنا لما نحاول أن نختزل الآن أو على الأقل تفرض علينا الآن ضمن منظومة على الأقل دولية منذ مئة سنة قسمت هذه الحالة الأممية حالة الأمة قسمتها إلى دويلات وقسمت كل دولة على الأقل إلى أكثر من قطاع ثم تبدأ بعد ذلك في محاولة التأجيج المستمر لهذه الدويلات المقطعة هذا بطبيعة الحال سينتج لنا نظاما دوليا ظالما هذه واحدة النقطة الثانية نشأ كما ترى نشأ خلال المئة السنة الماضية على الأقل نظام دولي قيبت فيه أمة مليارية يعني لما يكون في نظام دولي ينشأ وفيه الكاثوليك ممثلين والبروتستان ممثلين والأرسوكس ممثلين وحتى لا دينيين ممثلين كالصين مثلا والأمة الوحيدة التي تغيب عن المشهد العالمي وعن صياقة المشهد العالمي هي الأمة الإسلامية هنا بطبيعة الحال ربما ليس لأنها أمة إسلامية ربما لأنها لم تتمتلك وسائل قوة التي تدفع بها إلى أعرف هي في حقيقتها أنها أضعفات وضعفات أو هي نفسها كانت تحمل في نهاية المطافة النحظة التي سقطت فيها الخلافة كانت تحمل بذورة على أقل ضعفها وهذا حقيقة لكن قصدي ونحن نتكلم عن نظام دولي عادل يعني أنا أتصور ما دام أن هناك أمة بهذا الحجم مغيبة عن المشهد العالمي في حقيقة الأمر مغيبة تماما وهؤلاء الخمسة يمتلكون حق النقب بمعنى يفرضوا ما يرون ويعترضوا على كثير من السياسات فإذا كان مثلا والله منذوب الروسي رأى أن عملية السلام في سوريا مثلا لا تحقق له مصالحه ويرفع يده وانتهى الموضوع يعني ويبقى الظلم كما هو فهنا تأتي على كل قضية أن إعادة المنظومة الدولية على أساس من الحق والعدل تتطلب إعادة هذا المفهوم نفسه بحيث والله مفهوم النقب نفسه مفهوم ظالم ومفهوم يؤدي إلى الطغيان والإسلام لا يقرر بأي حال من الأحوال مثلا مفهوم الطغيان ومفهوم هذا النوع من فرض الإرادة لأن ابتداء أن أيا كان ضعيفا أو قوي لا يرى أصلا إعطاء إقرار بباطل أيا كان الإسلام لا يقرر هذا النوع وبالتالي أيضا لا يقرر الطغيان فنحن للأسف الشديد الآن فيما نسميه نحن بالنظام الدولي الراهن هو حالة من الطاقوتية التي تسيطر عن العالم يقوم عليها خمسة كبار يفرضون هؤلاء الخمسة تشريعاتهم وبالتالي لاحظنا كيف تتنزل علينا القوانين حتى تدخلت الآن الأمم المتحدة ومجلس أمنها مثلا في فرض قوانين حتى على مستوى الأسرة وفي فرض قوانين على مستوى البنوك وعلى مستوى الاقتصاد وفي فرض على مستوى المجتمعات فلم تعد الآن قضية المنظومة الدولية مثلا هي منظومة سياسية بحثة لا تتذخل في شؤوننا ولا علاقة لها بالصياقة حتى علاقاتنا الشخصية أو علاقاتنا الأسجناء هي تتدخل في كل خصوصياتنا وبالتالي تحولت إلى منظومة تشريع فحقيقة الصراع معها الصراع معها ليس فقط في بعد السياسي لأنه سيأخذ في نهاية المطاف أبعاد الحضارية الكاملة على مستوى الثقافة على مستوى الهوية على مستوى الدين على مستوى اللقى ستلاحظ بأن الأمة عندما تحاول أن تتعامل مع المنظومة الدولية إما أن تعاد صياقة هذه المنظومة على الأقل بما يجعل هذه الأمة حاضرة في المشهد العالمي ولها وضعيتها كأمة وبالتالي تتعامل مع بقية الأمم بوفق مفاهيم على كل موجودة مثلا مفهوم الكرامة الإنسانية مفهوم التعارف والتعاون مفهوم التعاون على الخير العام تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان التعاون على السلام العالمي إذا كان هناك بعد ذلك على الأقل في رؤية لصياقة السلام عالمي والأمة حاضرة في هذا المشهد كأمة هنا يمكن أيضا أن يكون صياقة جديدة فالشاهد ما لم تكن الأمة على الأقل حاضرة على المستوى الدولي ومؤثرة وفاعلة الغياب سيؤدي بطبيعة الحال لأن هذه الأمة ستظل دائما منكوبة ودائما ساحة للحروب وساحة لتصفية الحسابات وصاحة أيضا لسرقة الموارد حقيقة هذه النكبة لا تقتصر على السلاح وقتل المسلمين بعضهم ببعض بل هناك ربما دخلت إلى مساحة أعمق وهي دائرة الشك التي بدأت تطال بعض المسلمين وتجاههم إلى الإلحاد وهذا ربما يقودنا للحديث عن دور الإسلام في صوق السلام النفسي الداخلي كيف يمكن استعادته بعد الفاصل أحتاج إلى الحديث معك في هذا فاصل أخيرهم ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحنطة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور حسن الإسلام غائب عن مسرح عن مركز التأثير سواء في المجتمعات الإسلامية نفسها أو في العالم بطبيعة الحال طيب غيابه عن مسرح التأثير أو عن مركز التأثير دعنا نتحدث عن الجانب الداخلي الآن ما الأثر التي ترتبت على البناء المجتمعي والبناء النفسي عند المسلمين من حيث حضوره السلام أو غيابه في النفس المسلمة وفي المجتمع المسلم والله يا أخي هي على كل الأضرار كبيرة وكبيرة جدا عندما يفقد السلام وبطبيعة الحال لا يفقد السلام إلا إذا كان أصلا هناك خلل في مفهوم الإسلام تصوراتنا للإسلام عيشنا بالإسلام لأن سبحان الله ستلاحظ بأن مفهوم السلام أحيانا يدخل في جزئيات وتفاصيل قد لا ينتبه لها الناس فمثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلت السبح في جماعة فهو في ذمة الله سائر يومه وعندما نجد هناك مجموعة من أذكار الصباح وأذكار المساء يعيشها الإنسان المسلم عن السوء الفردي لكن سبحان الله تحقق له نوع من السلام النفسي والسلام الداخلي ويشعر الإنسان في سائر يومه وهو مطمئن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي بعض الروايات المسلم من سلم الناس من لسانه ويده فهنا الإنسان مثلا يعيش حالة من السلام المجتمعي وحالة من السلام في من حوله وبالتالي يحرص قدر الإمكان أن لا يكون معتديا يحرص قدر الإمكان لا يكون فاحشا يحرص قدر الإمكان لا يكون معتديا لا يكون باقيا وبالتالي هنا عاش مع السلامة الداخلة الذي يعيشه من خلال التعبد والذكر والأذكار وقيرها يعيش نوع من السلام البيئي والسلام الذي يكون على الأقل في المجتمع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً في الأحاديث التي تشير إلى عدم الاعتداء مثلاً على أهل الزمة وأن من اعتدى عليهم فقد بريئت منه زمة الله وزمة رسوله عليه الصلاة والسلام هنا ستنتقل الدائرة من دائرة السلام النفسي والشخصي إلى دائرة السلام المجتمع على مستوى المسلمين ثم إلى دائرة الذين يعيشون أيضاً معنا وبالتالي هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد والمؤمن من أمنه الناس في أموالهم وعراضهم والمهاجر من هجر ما فانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف هذه القيم بنتائجها بما ينبقى أن يكون عليه النتيجة التي يجب أن تؤدي إليها الصيام والصلاة وقیره وأن الناس يجب أن يسلمون منك في أعراضهم يسلمون منك في أموالهم يسلمون منك في أرواحهم فالذي مثلاً لا يسلم منه الناس لا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم حتى ولو نطق بالشهادتين لكن عمليا لم يعيش هذا الجانب النقطة الثانية أيضا هناك مشكلة كبيرة جدا لما يقيب عن الحياة العامة مفهوم السلام تقيب مفهوم الثقة في النفس فيظل الإنسان مهزوزا مهزوز الثقة في نفسه في مجتمعه في دينه في ربه وبالتالي هذه أيضا مشكلة كبيرة جدا وعندما تهتز الثقة ويعيش الإنسان نوع من الإضطراب وينشأ بعد ذلك كل القضايا التي ذكرتها حتى قضية الإلحاد حتى قضية الإلحاد مثلا تظل هذه واحدة من الهواجس الكبرى إنه والله الإنسان لما يكون في قلق وفي اضطراب وفي شعور بالمظلومية المستمرة وسط المجتمع ولا يحس بأي شكل أشكال السلام النفسي ولا المجتمعي ولا القطري على المستوى الدولة بطبيعة الحال سيبدأ في حالة من الحرب الكاملة فأول ما يبدأ في إنه والله يمكن وجود الله سبحانه وتعالى ويتصور بأنه هكذا سيعالج مشكلته مع أنها ستزداد وستتفاقب ولذلك سبحان الله لاحظت أن حديث السلام مرتبطة بمجموعة قضايا يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام فإنه رضا للرحمن أفش السلام فإنه رضا للرحمن أفش السلام مثلا كي تعلو يربط السلام بالرفع والعلو ويربطه النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام تسلم لاحظ كيف أنه ربطها بالرضا وربطها بالعلو والرفع وربطها بالسلام أفش السلام تسلم وربطها أيضا بالإيمان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا فالحب والإيمان أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فالسلام كقيمة ستلاحظ بأنه يؤثر في التحابب يعني المجتمع الذي يعيش حالة من الاحتراب تزداد فيه مساحة الشقة يزداد فيه مساحة الحرب وتزداد فيه مساحة الاعتداءات وبالتالي مسمى الإيمان نفسه يتنحى عن ساحة المجتمع قيل المسالم بينما المجتمع المسالم حتى على المستوى كف الأذى فقط لو أن المجتمع كف أذاه عن بعضه البعض وحقق هذه القيمة بعد فترة سنلاحظ بأن هذا الأمر سيؤدي بالمجتمع إلى أن ينفتح على بعضه البعض ويتعامد بشكل إيماني وليس بشكل أناني فهذه على كل كلها قضايا ربما وفي نهاية المطاف سيؤدي بهذا الأمر السلام هذا النوع من السلام أيضا مرتبط بالدخول إلى جنة الله سبحانه وتعالى فعلى كل ما فقده المسلمون بسبب قياب مفهوم السلام المرتبط بالإسلام كثير جدا ومنها أنهم كأمة وسط غابت عن مشهد العالم وعن مشهد الاستقلاف في الأرض وقياب الأمة المسلمة عن المشهد العالمي معنى زالت قياب ما يسميه العلماء بالشهود الحضاري وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه صراحة العلامة الهندي الكبير أبو الحسن ندوي رحمه الله له كتاب ثمين ونفيس اسمه ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين كما تعرف جنابه تحدث فيه عن خسارة البشرية بالحطاط المسلمين ربما على مبدأ القياس يعني ماذا خسر السلم والأمن الدوليين بغياب الإسلام عن مركز التأثير في العالم لو نظرنا مثلا إلى الآن الحضارة القائمة الآن ومنذ تقريبا ثلاثة قرون يعني من القرن السابع عشر وإلى الآن هي بطبيعة الحال تطرح دوما قضية السلام وتطرحها في منظومات وتطرح في قوانين لكن في حقيقة الأمر هي ضربت أصلا قضية السلام في مقتل يعني ضربتها في مقتل عندما مثلا غيبت الله سبحانه وتعالى عن ساحة التفكير وعن ساحة التعليم وعن ساحة الثقافة وعن ساحة الفكر فعندما جعلوا بأن والله الإله لا دخل له في شؤوننا تحت حجة العلمانية وفصل الدين عن الدولة التي تبدأ في بداية الأمر بأن والله الدين ينحى ليدخل إلى ساحات الكنيسة وتترك بعد كده ساحات الحياة العامة لهم وحدهم من حيث التشريع من حيث التربية من حيث العلم هنا كانت الكارثة الحقيقية في نزع فتيل السلام في نزع على الأقل قضية السلام من المنظور العالمي لا يمكن أن نتحدث الآن بسلام بالمعنى الذي على الأقل ذكرناه معنى الأمن النفسي والأمن المجتمعي والأمن الأسري والأمن العالمي في ظل سيادة الحضارة المادية القائمة على المنفعة والمنفعة فقط القائمة على فكرة أن القوية عليها أن يأخذ كل ما يريد ولا عليه بعد ذلك أن ينظر الأبعاد الأخلاقية في فقر الفقير وإنعدام المعدام وتشريد الشعوب ففي تغليل مسألة السلام لها أيضاً لها علاقة بما ذكرناه في البداية بالتصورات فإذا كان الله سبحانه وتعالى غيبة كما ذكرت غيبة تماماً عن الضمير الإنساني بعد ذلك سيكون البقاء للأقوى هنا ستلاحظ أن الأمم القوية تستحوز على 95% موارد العالم وبقية الشعوب الفقيرة تستحوز على 50% موارد العالم لو تصورنا بأن أمة الحق والعدل والفضيلة مثلاً هي الحاضرة في المشهد العالم أقل ما كان يمكن أن يكون هو التدافع العالم ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أمة الإسلام غيابها الحضاري غيابها عن الشهود العالمي قيادها عن مصدر القيادة العالمية أدى في نهاية المطاف إلى سيادة الحياة المادية القائمة إلى أحد كبير بمنظورنا نحن على الباطل وعلى الفحش وعلى المادية وعلى التصلب وعلى الطغيان وعلى الظلم بينما لو كانت حضارة الحق والعدل والفضيلة والمدافعة على هذا الأمر قائمة في تقدير على الأقل لا أدى ذلك إلى نوع من التوازن نحن الآن حقيقة كما يقال في كفع فريتي يعني العالم الآن يقاد بمجانين يقاد بشخصيات ليس السوية يمكن أن تتصور في أي لحظة وتملك هذه المجموعات من الأدوات من أدوات الدمار ومن أدوات التخريب ما تستطيع أن تفعل فيه كل شيء بماذا الشخص مثلا مهدد في عملية انتخابية يمكن أن يفجر حر دون أن يكون هناك أي وازع من ضليم حتى ينجح في الانتخابات حتى ينجح في الانتخابات أو حتى يعني معرض لمحاكمة تجده يمكن أن يقوم حتى يصرف الانتباه يصرف الانتباه فنحن حقيقة الآن نعاني من إشكاليات كبرى على المنظومة الدولية في هذه الإشكالية أو هي التحديد الأمة كما تفضل القيم هذه تحتاج إلى روافع يعني نحن الآن الدين جميل بهذا الشكل الذي ساردناه جميل على مستوى طرح الحق والحقائق جميل على مستوى المنظومات العقدية والحقوقية جميل على مستوى الفضائل والأخلاق والقيم لكن يحتاج إلى روافع يعني لما تدخل إلى الساحة الدولية على وجه التحديد في ظل عالم الآن تشابك بشكل كبير جدا له منظومة على الأقل في نهات المطاف لتتحكم في المشهد العالمي هنا أنا في تقدير غابة على الأقل الاستخلاف بالحق والاستخلاف بالعدل وهنا لم تتم كما يقال كلمة الله صدقا وعدلا عملية على الأقل في واقع الناس في واقع حياة الناس هناك نوع من التقييم لمفهوم الحق كما أراده الله سبحانه وتعالى ونوع من تقييم لمفهوم العدل كما أراده الله سبحانه وتعالى وسيادة للفواحش بكل ما تعني الكلمة وتقييم للفضيلة التي حقيقة كانت ركيزة أساسية في الأديان وربما كانت في يوم من الآن ركيزة أساسية عند الفلاسفة أيضاً لما كان أطلاطون وسقراط وقيرهم يطرحون قضية الفضيلة كقيمة أساسية تؤدي إلى السعادة في نظام الدولي ونظام السياسي في تقديري هنا غابت هذه القضايا كلها بمجرد أن دخلنا في القرن الثامن عشر وسادت نظرية القاية بر الوسيلة وبالتالي من عنده جيوش قوية من عنده سلاح قوي من عنده مال ما عليه إلا أن يفعل ما يشاء ورأينا كيف أن والله مثلاً ثلث العالم مهددين بالمجاعة والقمح مثلاً يرمى في البحار للحفاظ على سعر مثلاً سعر العالمي للقمح بينما ربما لو نزلت السعر وحاولت أن توسع على أقل من مساحة الانتشار لما رأينا هناك ساحة للجوعة وساحة للقتل وساحة للمشردين لكن كما ذكرنا هذا هو نتيجة الحضارة المادية وغلوها وطغيانها ففي تقدير حاجة الأمة الآن إلى الإسلام وقيمه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب بقي معنا أقل من دقيقتين أريد أن أترك لك المجال تتحدث في موضوع الحلقة مما لم نسألك عنه في هذه الحلقة بأقل من دقيقتين على كل أنا أقول بالنسبة لنا علينا إن شاء الله في مفهوم السلام أن نوازن ما بين قيم الإسلام الحقيقية التي هي تقوم على منطقة الحق والعدل والفضيلة وأنها هي يدور عليها مفهوم السلام وأننا في هذه اللحظة التاريخية محتاجين إلى ركنين أساسيين محتاجين إلى السلام الداخلي والوئام الداخلي والمحبة الداخلية والتآلف الداخلي ومنظور الإخاء الذي أسسه الإسلام داخل الإسلام داخل المجموعة المسلمة داخل المجموعات المسلمة لأن العدو الخارج حقيقة ما تسلط علينا إلا بوجود بعض مننا يتحالف معه ويظن بأنه سيتحكم على بقية المسلمين ونحن بحاجة ابتداء في الداخل أن نعمل منطق يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة على المستوى الخارجي في تقديري محتاجين إلى أن نتعامل بمنطق المجاهدة منطق المدافعة منطق أننا بحاجة إلى العودة لهذه الأمة إلى منطق الرياضة والسيادة ومنطق الرياضة والسيادة والتمكين عمره ما حصل بأن تكون حملا وديعا وأنك والله تبارك للعدو المحتل مثلا احتلالك وتبارك له سرقة مواردك وتظن بأنه والله تشيد به وهو يسرقك وهو ينهبك وهو يقتلك أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مشاهدين الكرام في ختم هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء أريتريا شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه اشتركوا في القناة